بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هنتكلم فيه على كيفية حساب ثبات وصدق المقيوس النفسية والتربوية والاجتماعية باستخدام برنامج احنا هدفنا الياردة إزاي أن إحنا نتأكد من أو كيف نحساب الثبات والصدق ونوع خاص من الصدق وصدق التقارب وصدق التمايوذي للمقيوس النفسية والتربوية الاجتماعية باستخدام برنامج اموس وبرضو في نهاية الفيديو حنقدم كيفية ان احنا نستعيد بالبرامج المساعدة لبرنامج الاموس في حيث ان احنا ننفذ نفس الخطوات اللي حنشوفها نعملها بطريقة ايدوية في الجزء الاولاني في الجزء التاني حنوضح ازاي نستخدمها ننفذ نفس الاجراءات او للوصول الى نفس النتاج اللي احنا وصلنا بصورة ايدوية حنشوف مع بعض ناردة يعني الفكرة الاساسية الفكرة الاساسية السبات والصدق للمقيس النفسية ونوع مهم جدا من الصدق هو الصدق التقاربي والتمايزي معاك الدكتور محمد حبش حسين استازل من نفس التربية وكلية تربية جامعة الاسكندرية زي ما بقول دايما لو عجبك الفيديو اعمل له لايك لو تعرف حد ممكن استفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال ما تنسى تشعر سبسكرايب عشان خاطر جميع الفيديوهات اللي ممكن احنا بنزل على القناة دي توصل لحضرتك طيب تعالي ننتقل مباشرة ونقول ايه هدف اللقاء بتاعنا هدفنا ان احنا نعرض الخطوات الخاصة بحساب صدق وثبات او ثبات وصدق المقيس النفسية والتربية والاجتماعية باستخدام برنامج ايموس والبرامج المساعدة ازاي نعمل الخطوات دي واحنا قلنا انه هنركز على الصدق وهو الصدق التمايزي لكن في البداية هنبدأ بالثبات ثم هناخدخل بعكده لان الثبات حسابه امره سهل واحنا عندنا فيديوهات اخرى اتكلمت على كافية حساب الثبات باستخدام برنامج ايموس طيب ايه المتطلبات القبلية قبل ما امفكر في استخدام السبات او نستساب الصدق للمقيس بهذه الطريقة اللي هنكلم عليها لابد فيه متطلبات تكون موجودة اولا لازم يكون الموزك بتاعنا متطابق بصورة جيدة ومن خلال مؤشرات جودة المطابقة سواء كمة قيس كوير او جودنس فيت اندكس او الكريمان فيت اندكس او الادجاست فيت اندكس ايا كانت المؤشرات الموجودة لابد القاعدة ان تكون هذه المؤشرات كلها تكون فوق التسع من عشرة جميع القيم التشبعات بين خلال قيم الدرجات المعيارية للتشبعات لازم تكون معظمها فوق السبع من عشرة وعدد قلال جدا قيمته محصولة ما بين خمسة من عشرة وسبع من عشرة دول الشرطين المهمين جدا لانهم ما كانوش متوفرين اللي جاي مش هيبقى له قيمة ومش هنقدر نتوصل منه الحاجة يبقى مرة تانية لازم النموذج يتطابق بصورة جيدة حاجة تانية لابد نكون تشبعات او قيم الدرجات المعيارية للتشبعات معظمها فوق السبع من عشرة وعدد قليل منها اذا وجد يكون محصولة من خمسة من عشرة وسبع من عشرة يكون عدد قليل جدا مقناة بالسبع عشرة الغالب هو السبع من عشرة اذا اتحقق الكلام ده هوت ممكن ساعتها بقى نبدأ نخلش ونقول طب ازاي نحسب السبات وبالسبات اللي بيقدمه لنا حاجة اسمها او ما يسمى ماكدونالد اوميجا واحنا عملنا ماكدونالد اوميجا كان في فيديو قبل كده ازاي يتحسب ماكدونالد اوميجا اعتمد على فكرة ان انا بجمع التشبعات زي ما هنشوف المعادلة الخاصة بحسابه ببساطة ان احنا بنيجي نقول والله او اوميجا روليابيلتي بيتحسب من خلال ان انا بجمع التشبعات المعيارية بعد ما بخلص جمعها بربحها ثم نفس القيمة موجودة تحت في المقام بس بزود عليها مجموع تباين الخطأ طب هنحسب الموضوع ده ازاي هنشوف مع بعض نحسب الموضوع ده ازاي طيب اذا كانت المعادلة بهذا الشكل وهنفكركم بالمعادلة دي اكتر ممرة لما نيجي نحسب لكن فكرتها ببساطة لحظوا اللي موجود في المقام اللي موجود في البست هو الموجود في المقام مع اختلاف حاجة بسيطة ان المقام متضاف عليه ان التباين الخطأ محسوب عليه ايضا طب ازاي نحسب تباين الخطأ انا بقى نشوف العملية برضو سهلة طب بالنسبة للصدق نوع الصدق اللي هنتعامل معاه هو ما يسمى الصدق التقاربي والصدق التمايوزي الصدق التقاربي يعني ما يسمى الconvergent validity والصدق التمايوزي discriminant validity النوعين دول من انواع الصدق مهمين جدا لما بيكون ان انا عايز اقول ان المفروض ان يكون القياس او العبارات التي تقيس بعض ما او تقيس نفس البعض تكون متقاربة فيما بينها معاني متقاربة؟ يعني كمية التباين المشترك بينها عالي جدا اذا اتحقق الكلام ده فبقول ان ايه ان حصل الصدق التمايوزي الصدق التقاربي طب من صدق التمايوزي ده بيكلم بقى على ان التباين اللي موجود بين المفردات اللي داخل البعد الواحد تكون اكبر من التباين اللي موجود بين المتغيرات الكاملة بعضها البعض يبقى ده اسمه ايه وده اسمه ايه حنعرف الكلام ده كله ونشوف ازي نحسب موجود. الصدق التقاربي بيتكلم على داخل البعد نفسه. يعني التباين المفسر داخل البعد نفسه. قد ايه البعد ده بيفسر ما مقدار التباين اللي بيفسره في العبارات التي تقيسه. طبعا ده بيعبر عنه من خلال حاجة اسمها افريج افريانس اكستراكتد. اللي هو يسمى المتوسط التباين المستخرج. بيتحس بالزيح هنشوف وحسابه امره سهل جدا. اما للدسكرامل انت فالي دتي ده بيتكلم على الاختلافات بقى بين ايه? انا عندي لابد يكون الارتباطات بين الابعاد مربحة وده mربحة بنسمي ايه بنسميه ELLO بيسمى الشيرد فاريانس. التباين المشترك. أكبر قيمة للتباين المشترك. لأنها بربع الارتباط بين الابعاد المختلفة لابد يكون اقل من الأفريج فاريانس اكستراكتد. يعني لابد يكون اهم كانت الارتباطات عالية. لكن في جميع الاحوال لابد مرباها اللي هو التباين المشترك ده لابد ان يكون اقل من التباين داخل كل بعد من الابعاد. ده بيتحقق على ايه? لكل بعد من الابعاد اللي انا بتعامل معها. طيب يبقى ازا احنا نحن لازم نتكلم على ان الصدق التقاربي ده بيتكلم ان لابد يكون هناك قدر كبير جدا calidad التباين و المشترك بين المفراض لتقص نفس البعد العبارات اللي مشتركة في نفس البعد يكون بينها تباين مشترك كبير. كبير ايه? حنقد guarantee هن pancake ورده نعرف على الاقل يكون قيمته كام وازاي نحسبه اذا تحقق يعني كيف تحقق ان الصدق التقاربي متحقق او تم تحقيق شروطه ببساطة اول اول حاجة لازم نعرف ازاي نحسب الافرش باريانس اكستراكتد اللي هو متوسط التباين المستخرج بهذه المعادلة والمعادلة طبعا برضو اللامدا ديت دي بيتعبر عن الدرجات المعيرية للتشابعات تمام او هم يسمى الستاندريج ديجريشان ويت بلغة الايموس اللي هو هؤلاء انحدارات المعيرية. عن ان الي طبعا دي عدد المفردات يعني ما اريد بقول سجما لامدا تربيعي انا بربع Carl Flaan و التشابعات المعيرية ثم اجمح او اسم علا عدد المفردات اتنون هنا او ان دي ليش ترمز عدد افراد واسم تكلم علي عدد المفردات. طب جيبت الاوwright در بحقف blev بعدما جيبته. احكم ان انها عندي كنفرجي انا بكلم علي كنفرج Greek Validity ل Joyce balm التقاربي بعدما حسبتي الـ average variance extracted. وبقت القيمة بتاعطه في ايدي سهل جدا ان انا ارجع بص كده وقول ايه اطاره. لابد يكون متوسط التباني المستخرج اللي هو الـ average variance extracted على الاقل خمسة من عشرة او خمسين من مية. اذا اتحقق ده كمان لابد يكون ان متوسط التباني المستخرج اللي هو الخمسة من عشرة ده او ستة من عشرة يكون اقل من ثبات. الثبات المراكب اللي هو الـ composite reliability اللي احنا حسبنا الثبات. يبقى لازم يكون الثبات. الثبات اكبر من المتوسط التباني المستخرج من المعدل. ليه? لان الثبات احنا عارفين انه هو ارتباط المتغير بنفسه. ده الثبات. اما الـ extracted variance او average extracted variance ده بيعبر عن الجزء المشترك بين المتغير البعد اللي احنا بنقيسه والعبارات. فلازم ده يكون خمسة من عشرة ستة من عشرة. بس جميع الاحوال لابد يكون اقل من القيمة اللي هو ايه? او مكدونالد اوميجا. طبعا ليه مسميات مختلفة بعض بيسميه مكدونالد اوميجا وبعض بيسميه الثبات الـ composite reliability. الثبات المراكب. مهم جدا برضا عشان احنا بنقرف نعرف ان فيه مسميات مختلفة للحاجة. اذا تحققوا الشرطين دولت ان متوسط التباني المستخرج. اللي هو الـ average variance extracted. اكبر خمسة من عشرة في اكتر. ثم بسيت عليه لقيت ان هذه القيمة لها خمسة من عشرة اكتر. اقل من الـ composite reliability اللي هو الثبات المراكب لأفازية الحالة اتحقق عندي الـ convergent validity. اما للجزء الثاني اللي هو الخاص به الـ discriminant validity. او الـ discriminant validity هيتطلب امور اخرى هيتطلب امور اخرى. بقى بلغة نلخص الـ convergent validity ان الـ average variance extracted اكبر من خمسة من عشرة وان هو اقل من الـ composite reliability. ده الشرطين بتوعي. نروح على الصدق التمايزي. التباين المشترك بين المفهيم او الابعاد لابد ان يكون اقل من التباين المشترك بين المفردات. يعني التباين المشترك اللي هو الـ average variance extracted لابد يكون اكبر من تربيع اي معاملات الارتباط اللي موجودة عندي بين الابعاد مربحة. والتباين المشترك ده بيك ازاي? ان انا بجيب الارتباطات ما بين الابعاد اللي هو الـ correlation ده اربعه. ده لو انا عندي مثلا لو انا عندي مثلا تلات متغيرات او تلات ابعاد يبا ازاي عندي تلات معاملات ارتباط اربع كل واحد فيهم ثم اقارن كل قيمة انا ربعتها اجيب الماكسيمون بتاعها اكبر قيمة بكام? نفطر طلع الـ الـ 18-18-18 هذه القيمة لابد ان تكون اقل من الـ average variance extracted لابد مرة تانية تباين المشترك كيف يتم حسابه ان انا بجيب معاملات الارتباطات ما بين الابعاد ثم بشوف اكبر قيمة لان انا قلت لو انا عندي ثلاثة يبا اذا في الحلاجة انا عندي ثلاث معاملات الارتباط لو عندي اربع يبا عندي ستة معاملات الارتباط وهكذا. ففي جميع الاحوال بربع كل واحدة منهم ثم اخد اكبر قيمة. واقارنها بـ average variance extracted لابد انها تكون القيم ديك اللي اكبر قيمة دي اقل من ليه? لان انا بقول ان لازم يكون ما بين داخل البعد. تباين داخل البعد المستخرج داخل البعد يكون اكبر من التباينات المشتركة. ده المفروض يبقى كده. عشان اقول والله ان في عندي طيب نرجع مرة تانية. يبقى ده اللي هو ايه? اكبر قيمة تباين مشترك. زي ما قلت تحس بازاي? ان انا بحسب معاملات الارتباط بين الابعاد اربحها. اللي هي الماكسيموم دي هو اربحها. تمام? عشان اجيب الماكسيموم واجيب اكبر قيمة. طبعا فيه ناس كمان بيتكلم على الـ average shared variance. بس طبعا ازا كانت انا ايه? ان انا ازا كان الماكسيموم ضروري ضروري. طب جيجي السؤال بقى ازاي كيف يمكن التحقق من الصدق التمايزي? ازاي يتحقق منه صورة اجرائية? يعني اعمل ايه الخطوات بالزبط? بنتم من خلال مقارنة التباين المستخرج من كل عامل اللي هو الـ average shared variance. ده من كل عامل بمربع معامل الاتباط بين العوامل. تمام? لابد ان يكون التباين المستخرج اكبر من التباين المشترك. طيب خلينا بس نشوف الكلام ده بصورة عملية. لان الكلام النظري مش هيوضح يعني ايه? average shared variance او يعني maximum shared variance او يعني average variance extracted. عزينا حاول الكلام ده كله الى خطوات اجرائية بحيث ان ده هيوضح لنا الامر. بس المهم ان ببساطة ان المصطلح اللي هو ما يسمى maximum shared variance عشان احسبه بحسب معاملات الارتباط بين الابعاد وارباحها. اشوف اكبر قيمة فيها هي ايه? يبقى ديها اللي ما يسمى maximum shared variance. اما average variance extracted هنوضح لكم ازاي يتحسب الكمبوزيط reliability ازاي يتحسب? وهنطبق الخطوات دي بصورة اجرائية او بصورة خطوات واحدة واحدة مع بعض عشان نقدر نفهم نافذها ازاي. وقلنا ان في نهاية الفيديو هيبقى عندنا في بلاج ان او برنامج مساعدة في الاموس هعمل لنا الكلام. بس المهم ان احنا نعرف كل حاجة بتتحسب ازاي في المقام الاول. تعال نروح مع بعض دلوقتي ان نشوف ايه هي الشروط بصورة خطوات انها تحقق منها. لابد ان يكون الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج اللي هو average variance extracted. يجيب الجذر التربيعي بتاعه لابد يكون اكبر من معاملات الارتباط بين اي عاملين. يبقى انا اقارنت. قارنت. الـ average variance extracted by maximum shared variance. الـ variance مع الـ variance. طب لما اجيب اقارن بقى معاملات الارتباط يبقى لازم اخد الجذر التربيعي بتاع المتوسط التباين المستخرج. عشان معروف ان المعامل الارتباط لما يتربع يبقى تباين. تمالي كده لما حب نجيب التباين المشترك بنجيب معامل الارتباط بين متغيرين وازعف التباين المشترك منه بجيب معامل الارتباط ده وامجي مربعه. فهنا عشان اقارن بقى معامل الارتباط مباشرة بالـ average variance extracted لازم اخد الجذر التربيعي لان لما اخد الجذر التربيعي بتاع average variance extracted بقى شكلة مشكلة معامل الارتباط. طب ايه الي يحصل ابص على الـ square root او الجذر التربيعي للـ average variance extracted و PM اقارده معاملات الارتباط لابد يكون هذه القيمة اللي هي الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج لابد يكون اكبر من قيمة اي معامل الارتباط بين المتغيرين. بين الابعاد. يبقى يبقى لازم يكون التباني المستخرج اكبر من اي تباني المشترك وفي نفس الوقت الجزر التربيعي للتباني المستخرج لابد يكون اكبر من اي معاملات ارتباط موجودة عندي دول الشروط لو اتحققت الشروط ديت فبقدر اقول ان انا عندي الصدق التمايزي التحقق طب بصورة برضو كده يعني بصورة رموز يبقى الـ discriminant validity والبعض بيسميه divergent validity بس الاكتر استخداما هو discriminant validity سمع اول حاجه الي هو average share variance ، والاverage variance extracted طبعا الـ average share variance او الشئ الـ maximum shared variance الي تنين اتباني يكونوا اقل من الـ average variance extracted صيبكا الـ maximum وطبعا لما اكون المكسيموم اقل فاكيد بالتأكيد هيبقى الـ average اقل عشان كده مش ه نتمي حكايات الـ average طب ايه تاني في حقيقة تانية؟ اه لابد يكون الجزر التربيعي بتاع الـ Average Variance Extracted اللي هو جزر التربيعي للتباون المتوسط التباون المستخرج لابد يكون اكبر من اي معامل ارتباط بين الابعاد اذا اتحققت الثلاث شروط دولة بقول ان انا عندي المتحقق اذا عرفنا ازاي ان انا نحسب الـ Composite Reliability عرفنا ازاي نحسب الـ Average Variance Extracted عرفنا ازاي نحسب الـ Maxim Shared Variance وكمان عرفنا ازاي ان علاقتهم كل الكلام ده ببعض وشكل عامل ازاي؟ تعال روح مع بعض برنامج الاموس ونشوف حننفذ الكلام ده ازاي؟ احنا دلوقتي ببرنامج الاموس مع بعض وحناخد المثال اللي هو بتاع Community Index ده اللي احنا هنتعامل معاه وحنشوفه في المثال اللي قدام مننا دلوقتي طيب ادي شكل الـ Community Index اللي هو المقهاز بتاعي وهنا عندي العبارات بتاعتي بهذا الشكل العبارات زي ما احنا شايفين بهذا الشكل عندي البعض الاولاني فيه عنده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية والتاني اربع اربع ابعاد فقط اربع عبارات فقط يبقى واحد فيه عليه تمانية والتاني اربع لتفتكرهم ان المقهاز ده عبارة عن اتناشر عبارة طيب ايه المفروض؟ المفروض ان انا يعني بعد ما حملت الداتة لو انا رحت كده عند الداتة الداتة موجودة هي ما اوكي دي موجودة لو ما كانش كده حتاك تحملها لو ما تعرفش تحملها ازاي في فيديوهات اخرى كنا منوضح تحملها ازاي؟ تروح بعد كده على الخصائص التحليل في خصائص التحليل اللي علمت على وعلى الاستماتد من انترسيبت وروحت عند الاوتبوت انا محتاج المكسيمم ومحتاج الستاندرد استماتد محتاج ده ومحتاج ده هو محتاج الاتنين دلوقتي محتاج معامل الارتباط لان ده اللي من خلاله ححسب ما يسمى المكسيمم شيرد فاريانس واقفل كده وامجاي يرايح هنا عند علامة الرن واعمل كالكوليت استماتد وانتظر الى ان برنامج يخلص ويعمل كونفيرش وامجاي عطيني قيمة كاي سكوير وعطيني القيم المتغيرات بتاعتي زي ما قلت لازم اتاكد ان الخطة الاولانية ان جميع القيم جميع القيم الخاصة بين المتغيرات المؤشرات مقبولة يعني ايه لابد يكون مؤشرات جودة المطابقة في التسعة من عشرة او فوق التسعة من عشرة فانا لو رحت هنا هوت عند ال view output او text output عندي هنا خانة ال output على طول هروح على model fit هو ده اللي همني في model fit انا عندي القيم بتاعتي بهذا الشكل ابص على قيمة كاي سكوير طبعا كاي سكوير هي دلة لدرجة الحرية لحجم العينة فطبعا طلعت دلة لكن النسبة بتاعتها نسبة كاي سكوير لدرجة الحرية اقل من ثلاثة فهي مقبولة بقيت القيم زي ما حضراتكم شايفين فوق التسعة فدي طبعا قيم مقبولة لو نزلت على ال root of min square error approximations طبعا انا لاحظ انها اقل من ثمانية من عشرة وبالتالي close fit غير دال يبقى اذا عندي كل المؤشرات بتدل على ان النموذج بتاعي متقارب والنموذج بتاعي متطابق من قيم مؤشرات جودة المطابقة لل root of min square error approximations كل ده بيقول انها متقاربة لو انا روحت بصيت على الجزء الخاص بالتشبعات بروح عند الاستمية وعند الاستمية تعيني على الدرجات المايرية الدرجات المايرية اللي هي ديت هل في حاجة فيهم هل معظمهم فوق السبعة من عشرة طبعا لو بصيت هنا تمنية سبعة سبعة تمانية سبعة ستة ستة سبعة سبعة ستة خمسة سبعة ستة طبعا الغالبية فوق السبعة اه بس برضو في نسبة محصورة ما بين هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة دي النسب كلها اقل من القيمة يعني بين خمسة من عشر سبعة من عشر الى حد ما برضو مقبول يسمح لي ان انا استمر في هذا الوضع طيب يبقى انا المطلوب مني ايه ان انا في دوق القيم ديت عايز احسب اول حاجة الكمبوزيت رليابلتي والكمبوزيت رليابلتي زي ما احنا عرفنا انه عشان يتحسب محتاجين الدرجات المعيرية دي طيب عشان اخد الدرجات المعيرية ديت هعمل ازاي اخدها برنامج الاكسل هنعملها الاول يدوي ثم هنشوف ازاي ان البلاج ان ممكن يحلل المشكلة ديت فالاول انا هروح عند الجزء ده كده هوت واخد الجزء ده تعمل له select underize ده كده ده هوت مفروض ده كده وقوم جاي اعمل له right click كده وقوم جاي رايح عند الاكسل ملف الاكسل وقوم جاي حاطة القيمة دي في ملف الاكسل تعكب حضاك انت بتاخد القيمة انت بتاخد قيمة الدرجات المعيرية وليس الدرجات اللي هي غير المعيرية ما تنفعش الدرجات غير المعيرية وحاجة هنا في اي حتة في الاكسل وهو اعمل لعملية ايه عملية control c او paste بحيث ان هو يعني ايه يحفظهم ممكن من هنا عشان خاطر يحطيلي القيم بتاعتي ممكن يحطهم انا حطهم كده كدرجات خيم يعني مش عايز الالوان والكلام زي ده اللي موجود ما يلزمنيش انا بس عايز القيم دي فادي قيمة الدرجات المعيرية دي تمثل بالنسبة لي lambda في المعادلات اللي احنا شفناها يبقى اذا عشان احسب ما يسمى composite reliability اللي هو مكدونالد اوميجا composite reliability انا محتاج ان انا اجمع التشبعات بس خلي بالك انا بعمل ده لكل واحد انا عندي حاجة اسمها emotional وحاجة اسمها membership فانا ممكن اجي عندي الاموشنال كده وعملها بلون مختلف عشان عيني انا عايز اعمل لده وده فاده الاموشنال وممكن اجي دولة المجموع يبقى كده عندي عاملين واروح اتجيب لهم مختلف مش عشان حاجة بس عشان عناية وانا بعمل حاجة عناية ما تختلفش قبل ما اكمل الحسابات اذكر حضراتكم وازكر نفسي بالمعادلة الخاصة بالcompositor reliability هي عبارة عن sigma lambda الكل تربيع على sigma lambda الكل تربيع بلس او زائد sigma الاريانس بتاع السيتا لاحظ ده معنى ايه لازم تكون شاطر شوية في الرياضة وتعرف ان sigma lambda الكل تربيع معناها ان انا حجمع لمدة الاول بعدين اربع لمدة هي بتعبر عن ايه القيم الايه الدرجات المعيارية يبقى اجمع الدرجات المعيارية ثم اربع وليس العكس لكن هنا هنشوف دلوقتي سيتا هتتحس بزي اول حاجة نشوف نحسب الجزء ده ازاي يبقى الجزء ده بيقول لي ايه اجمع الدرجات المعيارية بعد ما تجمعهم ربحهم طب بنرجع تاني للإكسل كده بسرعة مع بعض احنا دلوقتي هنا هوت مع بعض في شاشة الإكسل في شاشة الإكسل شايفين حضراتكم ده اللونين اللي احنا عملناهم كل اللي حعملوا حاجة اقول له حاجة هنا هوت حاجة هنا مثلا بعيد كده شوية في اي حتة بس بعيد شوية اشان او اصدع اعمل مكان وقول له كده انا عايز دلوقتي تجمعلي تجمعلي بكلمة سم وافتح قوس اجمعلي دولت ليا سيجما لمدة تمام ده حدك تجمعه يطلع بكام ده هيقول لي بكزا قول له اه بس خلي بالك ده انا عايزك كمان انك انت القيمة دي ده هو بيقول لي ربحها يبقى اضربها قص كده قص دي علامة القص شبهة التمانية دي بالعربي قص اتنين يطلع بكام اه يبقى ديت نرجع تاني للمعادلة يبقى ده الجزء اللي فوق ده سيجما لمدة لكل تريب بس ده المين للعامل الاولاني وحقرر نفس الموضوع حاجة هنا هو التحت هنا واقول له برضو هنا ده يساوي سم بس اجمع لي هنا عشان كده نعملتهم بالعاملين مختلفين ده يطلع بكام ده للعامل التاني وبرضو اقول له كده يساوي هاتلي القيمة دي واضربها اعملها قص اتنين قص يعني علامة التمانية ثم اتنين بالنفس الشكل هكده عبقى انا كده جبت القيمة دي الله طب انا عايز ايه كمان عشان احسب الكمبوزيت ريليابيليتي كل اللي حداك عايزه ببساطة نرجع تاني للمعادلة ونبص فيه عايزين اللي هو الفاريانس بتاع السيتا اللي هي الارور طب والارور بيتحس بازاي ببساطة جدا ببساطة لازم ده الاول يتربع تمام اقول كده ده يساوي يساوي ده هو القيمة دي تتربع قص اتنين تساوي كم كده وقم جاي ساحب عشان اعمل الكلام ده لكل لكل القيم لكل القيم لكن انا عندي سيتا سيتا بتتحس بزيه جماعة اخلي بالكم بس اللي ابرك لكم سيتا هو واحد ناقس ده هوت واحد ناقس الجزء ده يعني زي ما اجا اقوله كده يساوي واحد ناقس ده هوت دي بتديني سيتا وانتر وقم جاي ساحب كلام ده هوت اسحابه الكل الكلام ده تمام يبقى انا لو عايز احسب سيتا حفظة الراح جاي ما بين المعادلتين عشان احسب الجزء ده يبقى اجمع اللي هو الفاريانس تا سيتا والفاريانس تا سيتا انا حسابته خلاص اللي هو ده هوت بس انا عايز اقوله كده ده يساوي وخلي بالك سام برضو ده مجموعة لان في مجموع اللي هو الجزء ده لغاية لما ينتهي اللون اللون الاخضر الفاتح ده وقم جاي يقافل كده وقم جاي جاي هنا هوت اقول ده برضو كده يساوي نفس الامر الصم بس التعمين المرة دي الجزء التاني اللي هو اللون اللي تحت الاخر ده وقم جاي قافل بهذا الشكل طب حامل ايه بالكلام ده لازم نعرف حضرتك ان الكمبوزت ريابيلتي بتاع البعد الاولاني عايز ايه عايز ايساوي القيمة دي القيمة دي مقسومة على نفس القيمة اعداد حق تاني ما هو كده القانون بيقول كده نفس القيمة تاني نفس القيمة لا مش دي قيمة دي تمام زائد بتاعها تم جاي قافل وتقول له انتر كده تطلع لك القيمة دي الله دي تقريبا نعمل كده تقريبا يا جماعة واحد وتسعين من مية تتكلمع جميلة جدا ده بس يبتاعت مين بتاع البعد الاولان طب انا عايز القادة اوفيس كورب بتاعها كم سبعة من عشرة دي اعلى من سبعة من عشرة جميل قوي يبقى هنعمل نفس الكلام للبعد التاني فممكن تحتمينها ينوت ممكن في اي حتة تانية تعجبك فخلينا برضو ان انا اقول كده تساوي هتساوي ايه المرة دي خلي بقى لحضرتك هتساوي دهوت تأسيم نفتح كوس هيبقى نفس الامر مرة تانية نفس الامر مرة تانية زائد الايرور بتاعها اقوى انك تروحها لحاجة تانية وقفل كده وقفل كده طلعت كام سبعة وسبعين من مية تمانية وسبعين من مية كمانية وسبعين في مية انا القاتل سكور بتاعتي بكام بسبعة من عشر يبقى اذا بتاع البعض الاولاني بواحد تسعين من مية وبتاعت البعض التاني بكام بتمانية وسبعين خلوا القيم دي قدام عينيكم عشان خطح هنحتاجها لما نيجي نقارن الكلام ده بايه بلاج انز اللي حنستخدمه مع بعض اللي حلينا المشاكل كل احنا لازم نفهم او انا بالنسبالي لازم افهم لازم اتأكد قبل ما اقول لكم استخدموا البلاج ان ده احنا نتأكد مع بعض ان الشغال صح تمام نتأكد مع بعض الشغال صح فحنا نتأكد مع بعض احنا جبنا الكمبوزيط ريابلتي والكمبوزيط ريابلتي نوع تاني يبقى احنا كده جبنا الجزء الاولاني وبتاع السبات وتحقق الشرط ايوة تحقق اللي هو السبع من عشر تمام جدا يبقى حننتقل الى ايه افريج فاريانس اكستراكتد افريج وده الاي في اي اختصار الافريج فاريانس اكستراكتد بتحسي بازاي تعام فكر حضراتكم الافريج فاريانس اكستراكتد ده سهل جدا ده سهل جدا انا بجمع سجما لمضا تربيع مختلفة عن التانية التانية سجما لمضا لكل تربيع مختلفة طب مختلفة ماشي يعني تحسي بازاي برضو قبل ما حنستخدم البلاج ان الامر بسيط الافريج اللي هي دي لامضا تربيع ما دي لامضا من غير تربيع ودي من التربيع اقول له كده سم سم كام ديت انا لا مش عايزة السم ده نعايز الافريج ما اجملها واسم وليه طيب الاكسل اللي فيها ده اللي تعمل لك القصة دي مرة واحدة هي موجودة هي افريج على طول وتاخد ديت كده 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 او عين اقفل غاية هنا لو سمحت اقفل غاية هنا اه وتنجاي اقفل القص كده وتغمد عينك وتقول له يا رب يطلع اكبر من خمسة من عشر الله خمسة وخمسين من مية جميل جدا خمسة وخمسين من مية جميل رائع طب والتاني البعد التاني هنعمل به نفس الطريقة هقول ده يساوي برضو نفس الدلة اللي هي الافريج بس الافريج هتبقى واخدى من اللي فين وفقانه جزء الافريج بتاعي من اول هنا لغاية الجزء اللي تحت واقفل القص كده هو تأكدوا لو سمحتوا ان انتم عشان هنريم رشد حاجة تانية انا انا عايز الافريج بتاع المربعات اللي هي لمدة تربيع ولمدة تربيع اللي هي موجودة في النص اقول له كده يساوي اتمنى برضو انها تكون اكبر من خمسة من عشرة للأسف البعد التاني طلع اقل من خمسة من عشرة يعني لم يحقق القضية اللي احنا عايزينها نعمل الموضوع ده زي المفروض ان احنا نحاول ان احنا نشوف مفردة ونستبعدها وكلام زي ده انا حستمر لكن خلي بالك البلاج ان اللي احنا بنعمله بيقولك القيمة دي مش كويسة ويقولك كمان انه مفردة تشيلها فخلي بالك بس البلاج ان هنا هيقولك يحللك المشكلة ديت وهيقدر طيب انا دلوقتي عايز ايه بعد كده عايزين نجيب ما يسمى الماكسيمم شيرد فاريانس الماكسيمم شيرد فاريانس طب انا اجيب زي الماكسيمم شيرد فاريانس امر بصير جدا احنا حنبقوا موجودين اهو موجودين في النموذج بتاعنا قدام مننا كل اللي احنا عنعمله ويحنا وقفين هنا كده نتأكد ان احنا وحن ده وناخد القيمة دي نشوف معامل الارتباط بكام طبعا انا ما عنديش غير اتنين ليت الممبرشيب والأموشنال طبعا عشان كده ما عنديش غير معامل الارتباط واحد لكن لو كنا عندي حاجة تانية كنت حلاقي ثلاث معاملات ارتباط او خمس معاملات ارتباط فقدت هجيب الماكسيموم لكن هنا ما عنديش الماكسيموم هو الأفريج هو كل القيمة لان لأسف ما عنديش غير كيمة واحد مش للأسف طبعا نموذج عندنا هنا بسيط فاذا عندي الأفريج شيرد فاريانس هو الماكسيموم شيرد فاريانس ده بس ده مش الفاريانس ده كوروليشن عشان يبقى فاريس هقول لأحنا نجيبه ازاي كل اللي بنعملنا حضرابه في نفسه المهم ان انا اخذ القيمة دي اللي هي الـ 65 من مية هي واروح عند الإكسيل عند الإكسيل واقول له انت اللي قد احنا عايزين عايزين ايه يا جماعة الماكسيموم شيرد فاريانس ده بكام اقول له والله احنا عندنا معامل لارتباط بتاعنا بـ 65 من مية عشان اجيب ده اللي هو الأفريج شيرد فاريانس بتاع الاولاني او بتاع التاني هو حاجة واحدة معنش غير معامل لارتباط واحد ده حيساوي كام يا جماعة حيساوي نفس القيمة دي قصة 2 قصة 2 دي تطلع بكام بـ 42 من مية المفروض ان انا لما اقارن الأفريج بالقيمة دي القيمة دي تطلع ان قيمتي تطلع ان القيمة بتاعتي دي بتاعة الأفريج اكبر منها لو انا بصيت 55 من مية اكبر من 42 47 حتى بشكلها اللي هو اللي مش حلو ده طلعت برضه اكبر من الكام من اللي 42 بس كان المفروض انا حل لمشكلة الـ 42 دي احنا طبعا حنشحلها وحنشوف حنحلها ازاي بس باستخدام بلايج ان عشان خاطر نسهل بس الامر على نفسينا ما نطولش الفيديو طيب انا عايز اقارن الكلام بمعامل الارتباط يبقى هتاخد حضرتك تاخد الـ square root الـ square root بتاعة الـ average variance extracted ويتحسب ازاي ما يباين ايه square root يبقى نقوله كده square root بتاعة مين بفتح قص كده بتاعة الاولاني ده تطلع بكام هيكتبها لي بـ 74 طب هو بتاعة التاني تلعب كام هل القيمتين دولت اكبر من الـ 56 اكبر من الـ 56 ايه اكبر من الـ 56 من 100 ديت 74 من 100 ودي تمانية 79 من 100 الاتنين اكبر من الـ 65 من 100 بتاعتنا ديت اكبر من ايه جماعي يبقى عندي القيمة هنا ايه اكبر منها اكبر من القيمتين دولت يبقى ايزا ان خلاصت الكلام ان انا عندي ان الشروط كلها متحققة لكن مع حاجة بسيطة جدا بقى دي لأسف ان الـ Average Variance Shared او الـ Average Variance Extracted في البعد التاني طالع بـ 47 والقيم دي قدام عناية كده هجري على طول وادر افكر حضراتكم بالـ Plug-in اللي احنا هنستخدمه او اللي احنا اشارنا لي انا هاقلص من العدسة دي الاول وبعدين اكبر ده كده او انا خليه صغير احسن كده عشان اقارن اتنين ببعض وقوم جاي عامل في الـ Plug-in هلقى في حاجة اسمها Validity and Reliability Test اسمه كده Validity and Reliability Test كان اسمه قبل كده Master Validity لكن هو في النسخة الحديثة ما اسموه بهذا الاسم انا لو عملت عليك لك هيحصل ايه؟ كل اللي هيحصل انه هيفتح لصفحة ويب صفحة الويب هتبقى فيها القيم اللي المفروض انه زي انا هسيبتها ولو في حاجة مش محقق الشروط هتبقى باللون الاحمر اه شوف مثلا هنا اول حاجة الـ Compositive Reliability واحد تقريبا واحد وستعين من مية واحد تمانية وسبعين لو انا رجعت كده صغرت كده حاولت ان انا الشاشة بتاعتي اصغرها او ان انا اخدها كده على جنب كده وقوم جاي تمانية تمانية زيرو تسعة اهي تسعة زيرو تسعة زيسعة زيرو تسعة سبعة تمانية طبعا بعد التقريط بقى السبعة تمانية الـ Average Variance Extracted 0.5535 اهي موجودة تلات خمسات والتانية اربعة سبعة اتنين هي اربعة سبعة اتنين بس هو عاملها بنون الاحمر ليه عاملها جامعة بـ baeno area لان هو عاملها بمنطق انها اه اه غير مناسبة مش محقاقة القيمة اللي انا عايزها مش محققاها مش هو ده اللي انا عايزه انا عايزها تبقى خمسة من عشرة فبيقول لي في مشكلة وبيقول لي يحلها ازاي بس خلينا اه diam работать 421 تقريبا اربعة اتنين. طبعا بعد التقريب. لان انا عملها بخمسة وستين. لو احنا حبينا نشوف القيمة مش بخمسة وستين قوي. هي اقل من الخمسة وستين بشوية. وعشان برضو اكد لحضراتكم. برغم ان انا مش عايز اطول الفيديو. لكن اا ظروف وجات كده. لو انا رحت هنا هوت عند الفيو. عند الفيو. وقلت له الانترفيس. وقلت له خليني هنا هوت اا ديسيمال خلهم لتلاتة. خليه تلاتة. وانا هنا هوت كده في الجزء ده. بسيت على الستندرايزة. شايفين اا ناخد العدسة عشان هتكون تشوفوها بهذه اقل شوية. فلو اخدت بوينت سيكس فور سيفن. هتتلاقي ان الموضوع اقرب. خلص من العدسة دي. هتلاقي ان الموضوع اكدر. اا بوينت اا يعني لو انا جيت الخمسة من عشرة ديجت. وخليتها اربعة اا الجزء دهوت كده. بوينت ستة اربعة تسعة. تطلع بكام? اربعة اتنين واحد. لو رجعت كده اربعة اتنين واحد. نفس القيمة بالزبط. اربعة اتنين واحد اربعة اتنين واحد. اهي. ده الماكسما. اللي هو الماكسمام شيرد فاريانس. اما ليه الماكسمام رليابلت ده بتحس بازاي? ده قضية اخرى الماكسمام رليابلتي. طريقة اخرى الاسف يعني مراجعة كتيرة جدا 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 مش كاتبة بتحس بازاي. بس ده المفوضي بقيمته تمانية من عشرة. اا ممكن نحسبه. امر جدا سهل امال حسابه بس مش مش هو ده وقا انا اللي هماني القطر ده في ايه? القطر ده فيه السكويرروت بتاعة ؟ اللي هو عندنا 기ام سبعة اربعة خمسة اهو. سبعة اربعة خمسة. تمام? والتاني طلع بكام? نبص صح. 6مالة باكر شكل 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 here quick .ًا. six seven seven cètres. why our بنا 65 بس هي صحة كده ولما عملنا الارقام العشرية واضحة يبقى كل حاجة كده بس بيقول لي عشان تخلص من حكاية الاحمر ده شيل المفردة رقم 11 كيو 11 شوف كمان قديه البلاج اين بتعملك ايه بتقولك المشكلة فين وتحلها ازاي يعني انت لو انا رجعت عند الجزء ده كده ورحت عند الموديل بتاعي واخدت علامة الحسف دي ورحت عند رقم 11 دي شلتها كده وشلت دي كده وعملت ران تاني هيتحسن النموذج هنعمل كده وعمجي رايح مرة تانية يعني هو شل المفردة رقم 11 وعمجي لوان احط عند البلاج اين عند البلاج اين وكنتش محتاج اعمل ران ولا حاجة بس اعمل البلاج اين وشوفوا القيمة الجديدة كام هل اللي ما اقول لي بقوله احمر دي هتشال شوفوا القيمة الجديدة القيمة بتا 522 522 بعد ما كده اربعة سبعة اتنين بقت خمسة اتنين اتنين اللي هي ممكن تحصل عليها ازاي ممكن تحصل عليها بان احنا نشيل الجزء ده خالص نشيل الجزء ده خالص من هنا ونعيد حساباتنا مرة اخرى هنحصل على نفس القيمة اذا انا كده لو انا البلاج اين برضو بفكركوا البلاج بين اهو باليدي تيست وان احنا نحسبه ازاي ونحطه ازاي لو مش عارف في فيديو عندي اللي هو خاص بيه اضافة البرامج المساعدة في برنامج الاموس وانا موضح لك فيه تجيبي البلاج اين دي منين وتحطها فين باليدي والليابلتي من الموضوعات المهمة جدا وواضح كده دلوقتي ازاي نحسبها وازاي نثبتها لكل برامجنا صحيح فيه شروط كتيرة لكنها مهمة وده طبيعة الصدق ان الصدق من المهاجات الصعبة جدا اللي اثبتها في المقاييس النفسية انا احنا في كده الفيديو الغاية كده واتمنى يكون الفيديو عجبكم واتنساش بره تانية لو الفيديو عجبك عمل له شير لو يعمل له لايك لو تعرف ان حد يستبيت ما عمله شير فجميع الاحوالي عمل سبسكرايب لعله وعسى ان ممكن اي فيديو تاني ينزل يصلك بسرعة واتمنى لكم جماعي سعادة والتفريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته